أشهد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيت بالعلاقات العربية الصينية وأكيدا أن التواصل بين الشعبين العربية والصيني شكل رصيدا من التفاهم وثقة متبادرة جاء هذا خلال مشاركة أبو الغيت في افتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والندوى الثامنة للاستثمارات التي تستضيفهما وزارة الاستثمار بالسعودية يومي 11 و 12 من شهر يونيو الجهري في الرياض كما أشهد أبو الغيت بالجهود التي بذلتها المملكة للتحضير للفعالية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وكافة الشركاء مشيرا إلى أن هذه الاستضافة تأتي استكمالا لنتائج أول قمة عربية صينية عقدت نهاية العمل ماضي في الرياض والتي أعطت دفعة جديدة للتعاون العربية الصينية في كافة المجالات